اشتركوا في القناة والحديث والكلمات بشكل جيد إضافة إلى استخدام المؤثرات الصوتية والموسيقى في تقديم عمل لغة درامي جيد يصلح له الإزاعة أيضاً اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن أهم الخطوات اللازمة التي يمكن استخدامها في عملية تعريب النصوص التي يتم استيرادها من الخارج أو من مؤلفات أجنبية والغربية وقلنا كيف يتم استخدامها بطريقة سليمة وصحيحة تتناسب مع قيم وعادات وتقاليد مجتمعاتنا العربية وقلنا أن هناك شروط أساسية يجب أن ترعى عند تعريب تلك الموضوعات لأن مشكلة الموضوعات أو القضايا تصلح أن تقدم في مجتمعاتنا العربية بنفس الألية أو للطريقة التي تقدم فيها في دولتها الأم اليوم إن شاء الله سنكمل حديثنا بشكل مفصل عن أهم العناصر اللازمة لبناء العمل الدرامي ويقولنا أنه كل أنواع هي الوسائل التي يتم استخدام الدراما فيها تتناسب بشكل أو رئيسي في بناء العمل الدرامي سواء كانت في نواة الإزاعة أو في التلفزيون أو في السينما أو كانت في نواة المصرح كلها بشكل رئيسي تركز على استخدام نفس الخطوات ونفس المناهج ولكن الاختلاف يكون في الإسلوب أو الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم العمل الدرامي وإحنا تهسنا في الواء السابق وقلنا أنه طبيعة الواء كل وسيلة من تلك الوسائل تختلف عن الواء الأخرى لأنه قلنا أنه الإزاعة تعتمد على حاسة الواء السمع وقلنا أيضا أنه الواء التلفزيون يعتمد على الصوت والصورة والحركة والألوان وبالتالي تؤثر بشكل كبير على طبيعة تناول الدراما من وسيلة إلى إن هي أخرى لو جئنا وقلنا بدنا نتحدث بشكل ومباشر عن الأهم العناصر التي يتكون منها اللي هو البناء الدرامي في أي عمل يقدم بشكل أو بآخر في أي وسيلة من تلك اللي هي الوسائل بيقولنا أن الدراما يا جماعة في الإزاعة أو في التلفزيون أو اللي هو في السينما أو المسرح هي من أصعب الأعمال التي يقوم بها الكاتب والمخرج وكذلك أيضا اللي هو العاملين في مجال العمل الدرامي لأنه بيقولنا أنه البرنامج قضيته بسيطة والهي سهلة يعني أنه بيعتمد على جمع معلومات والهي إعداد جيد ومقدم جيد والهي ضيوف ومن ثم عرضوا على الجمهور ولكن الدراما أمرها مختلف كليا بحيث أنه تعتمد بشكل كبير على أن نكتب قصة ذات حبكة جيدة وموضوع متناسب مع احتياجات الجمهور ورغبة الجمهور كذلك اختيار شخصيات مناسبة تستطيع القيام بدورها بشكل أساسي أيضا القدرة على استخدام المؤثرات الصوتية والموسيقى وأيضا قدرة التلفزيون القدرة على إخراج العمل بشكل جيد وتقديمه بصورة تتوائم مع احتياجات الجمهور ويكون فيها تسلسل طبيعي يتقبل الجمهور لذلك بيقولنا أنه مش أي كاتب أنه بيقدر يكتب له عمل درامي وأيضا مش أي كاتب بيقدر أنه يصيغلنا قصة يمكن من خلالها جذب انتباه الجمهور ودفعه للمتابعة على مدار الحلقات المقدمة سواء كانت لي 30 حلقة أو كانت أكثر من ذلك ونحن سرنا نشوف الآن أن معظم الدراما التي تقدم سواء لي أجنبية أو غربية وحتى العربية أصبحت تقلد ذلك لأشيء لتتعدى حلقاتها الستين وسبعين حلقة والمئة حلقة بحيث أنه هنا يدي تواصل للهواء الجمهور من خلال لهو عمل درامي طويل وفي نفس الوقت أيضا إعطاء لهو عمل درامي يمتد إلى عدة لهو أجهزة فهنا بيحتاج منا أن يكون لدينا لهو كاتب يستطيع بشكل أو بآخر القدرة على اللي هي الكتابة وأيضا القدرة على إمكانية استغلال اللي هي الإمكانيات المتاحة للوسيلة سواء كانت إذاعة أو تلفزيون وأنه يقدر يقدم من خلالها عمل درامي سليم وصحيح يستطيع لهو الجمهور متابعته بطريقة سليمة وصحيحة بقولنا أهم عنصر يؤدي إلى نجاح الدراما هو القدرة على تقديم الأفكار ونقل الأفكار بشكل صحيح من المؤلف إلى الجمهور المتلقي وبالتالي بيقول لي أن أي عمل درامي أنا أريد أن أقوم بشكل مباشر في تقديمه للجمهور يجب أن يحتوي على فكرة رئيسية وأنا تكلمنا عنها في الهواء السابق قلنا أن الفكرة هي أساس نجاح العمل لدرامي سواء كانت فكرة جيدة فنحن ضمننا أن يكون عملنا ناجح وبالتالي يجزب انتباه الجمهور وإن كانت الفكرة غير ناجحة أو غير جيدة معنا ذلك أننا حكمنا على العمل بالفشل من قبل العرض أو في بداية الهواء عرض وهذه كنتم تشوفوها مع المسلسلات التي تنعرض إذا شدنا المسلسل من البداية وكانت فكرة لي واضحة وأيضا هي تجزب الجمهور بشكل مباشر هنا معناها أننا نكمل الحلقات في تشويق وإثارة وأيضا هو التفكير في المواقف التي يتم اتخاذها من قبل هم الأبطال وبتلاقي تشجيع كبير للبطل ضد لهم الأعداء وأيضا هو حقد وغضب على لهم الأعداء اللي بيكونوا ضد لهم البطل وهما حمسهمهم الخصوم وبالتالي بيكون هو تفاعل مع الموضوع أولياء القصة والعكس صحيح إذا كانت له موضوع المسلسل اللي هو فاتر أو اللي هو ضعيف أو اللي هو مقلد أو هو مكرر وبالتالي اللي هو لا يعطي اللي هو جاذبية للجمهور بيقولنا في البداية بيكون مباشرة اللي هي الحكم على فشل اللي هو العمل لذلك بيقولنا أن عملية اختيار الفكرة وتسلسل الأفكار من خلال المشاهدة التي تقدم عبر التلفزيون أو عبر الإزاعة هي العنصر الرئيسي في جذب انتباه الجمهور ودفعه بشكل رئيسي إلى متابعة اللي هو العمل هنا بيقول لعشانا نقدر أن أقدم أفكار جيدة وبالتالي أنقلها عبر أحداث جيدة بيقولنا يجب أن تكون تلك الأحداث منطقية وقابلة للتصديق لأنه بيقولنا مباشرة أن الجمهور لمن يشعر بأن القصة أو الموضوع اللي هو المقدم أو الفكرة اللي بيتم تنولها غير واقعية وغير حقيقية تعتمد بشكل كبير على الخيال هنا الجمهور بيشعر بالوضعف تلك اللي هي الفكرة وبالتالي بيتعامل مع اللي هي المشاهدة أو اللي هي المتابعة على أن هي عنصر ليس له علاقة بالواقع وبالتالي هنا بيقوله ومشاهدته إلوه هي تحصيل حاصل من ذلك بيقوله مباشرة عشان أنا أنجح في تقديم نوع عمل لدرامي بشكل جيد عبر الإزاءة أو التلفزيون يجب أننا أعتمد على الأفكار واقعية قابلة للتصديق من قبل الجمهور وأيضا أننا أدخل فيها كافة الأحداث بتسلسل هو منطقي وفي نفسه الوقت أن يكون هو معبر عنها من خلال انفعالات وإنه أحاسيس وأيضا أنه استخدام الصور وكذلك الموسيقى والمؤثرات الصوتية بشكل جيد يتناسب مع طبيعة اللي هو الحدث أو اللي هو الموقف وخاصة نحن قلنا في الإزاعة نحن بنعتمد على اللي هو المؤثرات الصوتية والموسيقى كعنصر رئيسي ومكمل اللي هو الحديث أو الحوار الذي يدور ما بينهما شخصيات العمل اللي هو لدرامي لذلك بيقولنا أنه بشكل رئيسي أنه أي نهضة أدبية وبالتالي أي تطور في الأعمال اللي هو الأدبية يقاس بمدى انتشار وذيوع زي تلك اللي هي الأعمال لذلك بيقولنا أنه هناك المؤلف اللي هو جان بول سارتر كان هو مؤلف لأحد الأعمال اللي هي المسرحية وبالتالي يقدم جد ذلك اللي هو العمل من خلال اللي هو المسرح ذاق فيه اللي هو بريطانيا وكانه طبعا أنه عنوان اللي هو الكتابة بتبعته أو العمل الأدب بتبعه اللي هو جلسة سرية وبالتالي بيقولنا أن هذا الشخص اللي اكتشف بأن التلفزيون له دور كبير في أنه يحقق نشرة اللي هو شهرة للعمل اللي هو الأدبي أو اللي هو الإدرامي اللي هو بيقدمه من خلال تحويله من عمل أدبي إلى اللي هو إدراما أساسية واللي هي صحيحة فهنا بيقولنا أنه أثناء عرض عمله كاللي هو عمل أدبي في اللي هو قاعة اللي هو الأعمال اللي هي الأدبية واللي هي موقع للإزاعة البريطانية بيقولنا حقق لأ شهرة تقارب من 20 ألف إلى 30 ألف اللي هو متابع أو اللي هو شخص هم اللي شافوا العمل المصرحي يبتبعوا أثناء اللي هو العرض ولكن لما انتقل العمل اللي هو بتبعه وتم عرضه عبر اللي هو التلفزيون اللي هو البريطاني بيقولنا وصل إلى ما يقارب بالنصف مليون اللي هو شخص لذلك بيقولنا أنه التلفزيون واللي الإزاعة تمكن من خلالها أن نحقق للأشرة للأعمال الدرامية أو الأدبية التي تكون عبارة عن كتب ومحطوطها على أرفف المكتبات أو من خلال أعمال مصرحية التي تسهل علينا تحويلها إلى عمل درامي تلفزيوني أو عمل درامي مصرحي وإزاعي وبالتالي من خلاله ممكن أن نصل إلى أكبر عدد ممكن منه الجمهور وبالتالي يؤدي بشكل كبير إلى جذب انتباه الجمهور وأيضا دفع الجمهور إلى القبول والتعرض وبالتالي أخذ موقف إيجابي اتجاهه بالنسبة لأعمال الدرامية الإزاعية أو التلفزيونية أو كذلك التمثليات الإزاعية أو التلفزيونية تعتبر من أكثر للمضامين والموضوعات التي تحقق شهرة لدى الجمهور ورغبة لدى الجمهور بالمتابعة بمعنى نحن لما نتحدث عن الترفية أو التأسلية داخل المنزل دائما بكل هو توجهنا الرئيسي نحو الأعمال الدرامية لأنه هي اللي بتجذب الجمهور وبالتالي تدفع الجمهور إلى المشاهدة والوحب المتابعة فبالتالي بيقولني لما أجعنا نقدمها للجمهور هنا الجمهور بيطلقاه هو جالس داخل اللي هو المنزل بالعكس تماما عما هو موجود في باقي اللي هي الوسائل اللي هي الأخرى لما نيجي نقول والله السينما يبقى هنا الجمهور بده يلبس ويدفع تذكرة وبالتالي يحضر الوحب العمل ويكون عنده معاناة الوحب الانتقال والذهاب والعودة إلى آخر ونفس الشيء بالنسبة له اللي هي المصرح ولكن بيقولني في التلفزيون والإزاعة هنا المضمون نفسه بيجي للجمهور وهو جالس أمام الوحب المنزل وإحنا لاحظنا الآن أنه أصبح هناك قنوات متخصصة تقدم فقط المضامين اللي هي الدرامية وبالتالي هنا الجمهور أصبح يتابع اللي هو احتياجاته ومسلسلاته من الأفلام أو لتمثليات عبر شاشة اللي هو التلفزيون وهذا حقق لها شهرة أكبر وفي نفس الوقت اللي هو أدى إلى تطور تلك اللي هي الأعمال ودفع الجمهور إلى متابعتها بطريقة اللي هي صحيحة وبطريقة اللي هي سليمة لذلك بيقولنا أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالغ من قبل اللي هما الكتاب والهما العاملين في مجال الدراما بتقديم مضامين جيدة يتقبلها الجمهور بطريقة اللي هي صحيحة ولي هي سليمة وين بيقولنا أنه العبء الأكبر يقع على عاتق اللي هو كاتب العمل الدرامي لأن هذا الشخص هو النواة الرئيسية هو الشخص الذي يبدع فيه اللي هو وضع ذلك اللي هو العمل وإتقان ذلك اللي هو العمل لذلك قلنا أنه مش أي كاتب ولا أي شخص له علاقة بالكتابة يستطيع أن يقدم مضمون جيد في الأعمال اللي هي الدرامية بل تتطلب أن يكون لديه الخبرة الواسعة والإطلاع اللي هو الواسع والمعرفة اللي هي الواسعة في شتى مجالات اللي هو الأعمال الدرامية وهذا بيتطلب منه أن يكون لديه القدرة على تطوير أداءه وتطوير نفسه والتعرف على ما توصل له لهم المتخصصين في ذلك اللي هو المجال لكي يحقق النجاح لنفسه في تقديم أعمال درامية جديدة تحقق الشهرة وجذب انتباه الجمهور لها بطريقة سليمة لذلك بيقولنا لما نجح نتحدث عن عناصر والعمل الدرامي بيقولنا أهم عنصر فيهم هو كاتب الأعمال اللي هو الدرامية بيقولنا هذا الشخص لازم يكون ملم بعدة عناصر أساسية يمكن من خلالها أن يقدم لنا عمل درامي اللي هو جيد وعمل درامي اللي هو ناجح أول تلك اللي العناصر التي يجب على الكاتب اللي هو الأعمال الدرامية أن يلوم فيها ويكون عنده فكرة جيدة فيها هو أول حاجة لها الفكرة يعني هذا الشخص مباشرة بدي يكون عنده اللي هو معرفة كاملة في كيفية وضع الفكرة الرئيسية التي يدور حولها العمل الدرامي لأنه قلنا أنه أي عمل درامي يجب أن يكون هو كل مضمون يحتوي على فكرة واحدة يرغب في توصيلها إلى الجمهور وقلنا أنه تلك للفكرة نجاحها أو لها فشلها مرتبط بقدرة الكاتب على ربط الأحداث ببعض لهم البعض بحيث أنها تصل إلى الجمهور بطريقة سليمة وبطريقة اللي هي صحيحة وبالتالي من خلال العمل الدرامي بشكل كامل يجب أن يكون لذي هو القدرة على مناقشة تلك القضية أو الموضوع بطريقة اللي هي صحيحة وبطريقة اللي هي إيجابية أيضا يقولنا أنه الكاتب الجيد لما يجب تبلوى الفكرة تبعته يجب أن يراعي بشكل سليم أن يحرك عقل اللي هو المشاهد في الاتجاه الذي يرغبه يعني أنه والله هنا جريمة قتل وبالتالي الآن هذه جريمة اللي هو القتل ممكن يكون فيها أكثر من عنصر في العمل الدرامي متهمين بارتكاب تلك الجريمة الآن هو كيف اللي هو قدرته وزكاؤه في أنه يخلي كل الأفراد الموجودين أنه الجمهور الآن بده ينتقل مع اللي هو الكاتب على أنه هناك علامات تشير إلى كل شخص بجزئية معينة بأنه قد يكون هو القاتل أو هو الشخص الذي قام بارتكاب اللي هي الجريمة هنا بيقول لي مهم جدا أنه يكون هذا اللي هو الكاتب عنده القدرة على كتابة اللي هو المشاهد وأيضا هو الحوار بشكل جيد أنه يوصل الفكرة للجمهور بأنه يفكر معاه ويتواصل معاه في أنه كيف يمكن اللي هو اكتشاف اللي هو الشخص بطريقة اللي هي سليمة أو اللي هي صحيحة أذن بيقولنا مهم جدا على كاتب اللي هو النص لعند اللي هو اختيار اللي هو الفكرة بتبعته أنه يكون هناك عمق فيه اللي هو اختيار اللي هي الفكرة وتصوير اللي هي الفكرة لأنه بيقولنا إذا كانت لها الفكرة واضحة وجيدة لدره الجمهور فهنا سهل أنه الجمهور يصل إلى اللي هي النتيجة ولكن بيقول لي إذا كان هناك لو عمق في تناولي الفكرة بطريقة أو بأخرى هنا بيقول لي مباشرة أنه بيقدر يجزب الجمهور إلى التعمق في اللي هو مشاهدة اللي هو العمل وأيضا والانجزاب لمعرفة النتائج التي يمكن أن يصل إليها اللي هو العمل بمعنى أنه لو أنا جيت صورت في الفكرة بتبعتنا صورت اللي هو السارق أو صورت لو القاتل أو صورت لو الشخص اللي أنا بدي أجيبه اللي هو بدي يرتكب أي نوع من أنواع اللي هي الأخطاء أو اللي هو الإيجابيات وصورت بطريقة مباشرة والجمهور عارف أنه هو مرتكب لو الجريمة اللي أنا جمهور خلاص هو عارف أنه هذا الشخص هو ارتكبها وبالتالي ما فيش عنده لو تشويق أنه كيف بدي تم لو القاء القبض عليه أو عدم القاء لو القبض عليه ولكن أنه جبت الجريمة بالأساس وبالتالي صورت الجريمة بعدين جبت لو أطراف متعددة في غموض في لو الشخص الذي ارتكبها وبالتالي الجمهور يعني يتابع الحلقات عشان يكتشف من هو القاتل اللي هو الفعلي لأن كل أصابع اللي هو الاتهام تشير إلى كل شخص بطريقة معينة وفي النهاية بيكون عنده لو القدرة على كشف من هو الشخص الذي قام بتلك الجريمة هنا بيقول لي بيكون فيها اللي هو تشويق وبالتالي اللي هو فيها وضوح على أنه احنا بنبحث عن الجاني اللي هو الحقيقي وبالتالي عنها يظهر عندنا ناس مظلومة وناس طبعا اللي هو متهمة وفي النهاية هنصل إلى اللي هو الجاني اللي هو الحقيقي فهنا بيقول لي مباشرة أنه لما قدم فكرة بطريقة لي سليمة أو بطريقة تجزب انتباه الجمهور هنا أنا بضمن أن نحقق النجاح لتلك الفكرة أو العمل اللي هي ككل لذلك بيقولنا أنه أي فكرة جيدة احنا بدنا نقدمها عبر العمل والدرامي يجب أن يكون لها مجموعة من الصفات والهي الخصائص وهذه الصفات والهي الخصائص بيقول لي من أهم اللي هي العناصر الواجب توفرها في الفكرة الصحيحة والهي السليمة هنشوف إيش هي أهم الصفات الواجب توفرها في الفكرة الدرامية الصحيحة بيقولنا أول حاجة أن تهم الفكرة أكبر عدد ممكن من الجمهور بمعنى لنبدأ تناول إيش هي الفكرة لتناول قضية كل الناس تهتم فيها يعني قضية مثلا الصدق قضية الإخلاص قضية النبل قضية الحب قضية الولاء قضية حب الوطن قضية الانتماء قضية الصداقة قضية أي قضية موجودة في المجتمع بتهم الواء الجمهور يبقى أننا لازم أننا أهتم بشكل كبير لإبرازها وتوضيحها للجمهور وعشانك نحن نلاحظ أنه دائما المسلسلات تبدأ بأخطاء وتبدأ بجرائم سواء قتل أو سرقة أو اختلاص أو عدم بر الوالدين أو أي نوع من أنواع للقضايا وفي نهاية يجب أن تنتهي تلك الفكرة أو القضية إلى رفع شأن اللي هو تلك القضية أو المحور الأساسي اللي بيهم الجمهور وتعزيز فكرة أن الجمهور يجب أن يكون لديه مبادئ أساسية داخل المجتمع كالصدق والأمانة من أجل تعزيزها ويستحيل أن نشوف عمل درامي أنه مثلا مجرم يقوم به ارتكاب جريمة وبالتالي يفلت من الحكم أو يفلت من اللي هو العقاب لازم في النهاية أننا نصل إلى مرحلة مين مهما كان جبروتو نصل إلى مرحلة تعزيز فكرة أنه المجتمع يجب أن يكون آمن وأيضا يجب أن يكون هناك صدق ويجب أن يكون أمانة ويجب أن يكون هو حب للوطن حسب نوع الفكرة اللي محددها ذلك هو الشخص اللي بتهم أكبر عدد ممكن من أفراد اللي هم الجمهور أيضا ما قلنا أن تحمل هو الفكرة قيمة إنسانية ويقولنا هذا مهم جدا بما أنه الفكرة اللي أنا وضعها بتهم عدد كبير من الجمهور يبقى أن هنا لازم أركز على قيمة قيمة الأمانة قيمة الإخلاص قيمة الواء الولاء قيمة الواء الحب قيمة الواء العطاء هذه كلها قيم موجودة داخل مجتمعاتنا وبالتالي احنا لازم نعززها في العمل اللي درامي اللي احنا بنقدمه بطريقة اللي هي سليمة والهي صحيحة لأنه أي عمل لا يحتوي على قيمة إنسانية أنا بدي أوجه الجمهور اللي يتمسك فيها داخل المجتمع هنا معناها أنه العمل بلا أي فائدة وبلا أي قيمة وبالتالي هو مجرد عرض لأحداث بلا أي تسلسل عشان هيك احنا لما بنحضر فيلم أو بنحضر له مسلسل وبالتالي بنشعر بأنه ما فيش هدف منه أو ما فيش نتيجة منه أو ما فيش له عنصر وبيعززه وبلا أي قيمة وبالتالي بيكون انطبعاتنا عنه سلبية والهي غير إيجابية والهي غير جيدة أدام بيقولنا يجب أن تكون الفكرة المقدمة للجمهور صادقة وفي نفس الوقت اللي هي طبعا من قابلة للتصديق يعني ما تكونش لها الفكرة بتبعتنا خيالية وهذه التي رحنا بنشوفها في الأعمال اللي هو الدرامية ونحن بنتبعها أنه بيجي مثلا في الفيلم أو في لقاء المسلسل أنه بيكون بطل خارق يعني يستحيل أنه يكون حد في اللي هو الشخصيات اللي معاه قادر على اللي هو هزيمته أو اللي هو الانتصار عليه سواء كان جسمانيا أو فكريا أو في الزكاء أو في اللي هو المواقف اللي بيعملها أو اللي هو السمارات اللي بيمرسها أو في اللي هو النشاطات اللي بيقوم فيها لا هو بطل اللي هو الخارق هذا بيأدي مباشرة بالجمهور إلى عدم تصديق للفكرة وبالتالي اللي هو الإسفاف في المضمون اللي هو المقدم لأنه ما فيش إنسان بيكون دائما هو إنسان اللي هو كل المواقف اللي بيتعرض إلها قادر على التغلب عليها إلا أن يتعرض لبعض المواقف من اللي هو الهزيمة أو اللي هو النصر حسب طبيعة اللي هو الموقف وبالتالي لما احنا بدنا نصور موقف أو حدث أو أولياء خضية يجب أن يكون واقعي قابل للتصديق أنه الجمهور مباشرة يشعر بأنه فعلا هذا اللي هو البطل إنسان طبيعي وإنسان عادي زي الأم الآخرين وقد يتميز أنه لازم يكون فيه اللي هو تميز أنه ممكن يكون عنده زكاء أكثر من الأشخاص العاديين وأيضا أن يكون عنده قدرات بدنية أكثر من الأشخاص اللي هو العاديين ولكن برضو أنه في النهاية إنسان طبيعي ويجب أن يقدم دوره على أنه إنسان أو هو شخص اللي هو طبيعي أدوما قلنا يجب أن تكون اللي هي الفكرة تناقش يجب أن تناقش اللي الفكرة قضية أو مشكلة تواجه اللي هي الإنسان بمعنى أنه هنا لما أنا بدي أتحدث عنه اللي هو فكرة يبقى هنا لازم أن يكون عندي اللي هو رد فعل لأي فكرة أنا بقدمها وبالتالي هنا قد يكون اللي هي الفكرة عبارة عن مشكلة تواجهه اللي هو الإنسان يعني إنسان بيعيش دائما فيه الصدق وملتزم في أداء اللي هو أعمال وقد يواجه بعض المشكلات منهم الآخرين التسلق على أكتافه أو اللي هما طبعا الخروج عنه أو اللي هو يزاءه بشكل أو بآخر هذه طبعا أمور اللي هي طبيعية تحدث فيه اللي هي الحياة وبالتالي بيقول لي أنه هنا لازم يكون عندي أنا مشكلة عشان يكون عندي صراع ومن ثم طبعا ذروة ومن ثم أصل في النهاية إلى حل ذلك اللي هو الصراع وبالتالي أي مشكلة أو أي اللي هو قضية أو أي اللي هو فكرة لا تحتوي على مشكلة وتحتاج إلى حل في النهاية أو أزمة وتحتاج إلى اللي هو حل في النهاية بيقول لي لن تؤدي بالجمهور إلى التشوير وبالتالي لازم يكون عندي أنا مشكلة يواجهها البطل أو الفكرة اللي احنا وضعينها لهم الأشخاص والممثلين وبالتالي هم بطريقة أو بأخرى أنه يجب أن يتغلب على تلك الأزمة أو لها المشكلة ويحاول أن يعلم الجمهور كيف يمكن له التعامل مع تلك المشكلات أو القضايا إن واجهته في اللي هي الواقع لأن الأفكار اللي احنا بنقدمها هي مستقام من اللي هو الواقع وبالتالي قلنا أن الأفكار اللي هي بتكون خيالية أن الجمهور ما بيشعرش بتفاعل معها كبير لأنه أشياء لا تحدث في اللي هو الواقع والأفضل أنها تكون واقعية يشهل الأفراد عشان حين نقدر نتفاعل معها بطريقة سليمة واللي هي صحيحة أيضا بيقولنا من أهم الصفات الواجب توفرها في الفكرة الواجب يدركها اللي هو الكاتب بيقولنا أن تسعى الفكرة إلى إثارة من العواطف وبالتالي بيقولنا أن الأفكار العظيمة هي التي تستطيع أن تثير عواطف لهم الجمهور ويقولنا يجب أن تكون الفكرة عالمية ولها صفة روى الاستمرار بمعنى تتنولها يجب أن تكون من أول حاجة صادقة وبالتالي يجب أن تكون الفكرة مستمرة يعني مش فكرة أنها تنتهي في فترة معينة يعني أنا بدي أقول أن أنا بدي أعزز للأفراد فكرة اللي هو الصيام أو فكرة اللي هو الصلاة أو فكرة اللي هو الأمانة أو فكرة اللي هو الصدق وفكرة اللي هو الأمومة فكرة اللي هو الحب فكرة العطاء هذه الأشياء لا تتوقف في فترة معينة أو في مواقف لية معينة بالعكس هي مستمرة وبالتالي كل العالم يجمع على ضرورة ممارستها وعلى ضرورة استخدامها بشكل مباشر وبالتالي هنا بيقول لي أن أنا مباشرة لما يجب أن أختار له الفكرة بتبعتي يبقى يجب أن تكون الفكرة خاضعة لقبول الجميع ولتصديق له الجميع وأيضاً له تقديمها بشكل إيجابي يتقبل كافة لهم الأفراد أيضاً بيقولنا أنه للصفة السادسة والأخيرة بيقولنا أن تكون فكرة مركزة وواضحة وبالتالي بيقولنا أنه أشهر الأعمال لدرامية في العالم كانت له من أهمها فكرة له ماكبث وكانت طبعاً تتحدث عن له الطموح وأيضاً فكرة له عطيل في المسرحية الشهيرة بيقولنا أيضاً كانت تتحدث عن له الغيرة لذلك بيقول لي أنه هنا أنا لم تحدد والفكرة بتبعتي بلازم أن تكون للفكرة واضحة وسليمة ويستطيع أن يلمسها الجمهور أثناء المتابعة يعني لا إيش بيسعى العمل كله يعني لا إيش بيكون الهدف الأساسي منه هو العمل وبالتالي أنا مباشرة بقدر أحدد مدى نجاح أو فشل اللي هو الفكرة لأنها تابع للفكرة بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة هذه هي زي ما قلنا أهم الصفات الواجب اللي هي توفرها في الفكرة اللي هي الجيدة والفكرة التي يمكن أن نقدمها إلى الجمهور بطريقة اللي هي سليمة ولي هي صحيحة نكتفي بهذا القدر في اللواء المحاضرة اللي هي الرابعة زي ما قلنا وإن شاء الله نلقاكم في المحاضرة اللي هي الخامسة ننكمل وحديثنا إن شاء الله عن أنواع اللي هي الأفكار التي يمكن أن يستخدمها كاتب اللواء العمال الدرامية وإذا نتحدث عن اللواء الشخصية كعنصر تاني اللواء مهم في بناء العمال اللواء الدرامية أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم السلامة الدائمة دمتم في حفظ الله ورعايتم